أستاذ طارق أبدأ مع حضرتك بحديث لا ينقطع على مستوى أعضاء النادي الأهلي الجماعية العمومية والأوساط الإعلامية والجماهيرية المهتمة بالنادي في كل مكان داخل وخارج مصر خلينا نتكلم ونقول حضرتكو كمان في البداية أن أستاذ طارق ليس فقط من الكوادر الدقوبة جدا في مجلس الإدارة بل هو كمان من الكوادر المنتمية للنادي الأهلي منذ سنوات طويلة قضى عمره كله واكتسب خبرات كثيرة بالإضافة إلى خبراته في الحياة العملية داخل النادي الأهلي من خلال وجوده على المستوى الاجتماعي والأسري فهو بينتمي إلى أسرة من الأسر العريقة المنتمية والمعروفة داخل أركان النادي الأهلي أستاذ طارق عايزة أبدأ مع حضرتك بالتعقيب على الاحتفالية والفوز بالدوري اللي كان بالغ الصعوبة هذا الموسم كيف ترى؟ طبعا الحمد لله هو موسم استثنائي هي سبب من أسباب الفرحة الكبيرة لكل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للرياضة الصحية للأمانة لأن موسم استثنائي في كل حاجة إحنا كمجلس دارة النادي الأهلي زي ما من أيام الانتخابات كان كابتن محمول خطيب كان بيعرض أن ملفات فيه جميع التخصصات موجودة والملفات موضعة بالكامل على عضاء مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب هو المنوض به ملف الكرة من قبل المجلس يعني كلمة حقه تقال حاليا يعني أن كابتن محمود الخطيب تعرض في الفترة دي لكم من الضغوط الغير طبعية في إدارة الملف ده أنا عايز أقول بس ليه سر يعني سعادتنا كلنا بالموسم الاستثنائي ده بالنهاية بتاعته لأن كم الضغوطات وكم الحاجات اللي هي غير مسبوقة اللي حصلت السنة دي في الموسم ده في ناحية الكرة كان غير طبعية حتى لو الجميع تذكر أعلى واقع بتطبق على أندية وأندية يعني في حاجات كتيرة قوي في الوسط الرياضي حصلت طوال الفترة دي ويحسب لكابتن محمود الخطيب أن أدار الملف الحمد لله بحكمة وفي نفس الوقت استمرارا للنادي الأهلي هو صانع قرار مع حفاظا على هيبة النادي الأهلي فده موسم دي حلوة الدوري ده بالذات في حاجة تانية طبعا في تاريخ الأندية وفي تاريخنا كنادي أهلي كحيطة الكرة بالذات يا ما بيحصل أن المنحنة بيهبط بيحصل أن بتوضعك سنتين تلاتة ما تاخدش بطولات دي حصلت في تاريخنا كنادي أهلي ممكن آخرها الموسم اللي هو بتاع الفين واثنين وتلاتة والفين وتلاتة وجيت أنت في الفين وخمسة بدأ يظهر نتائج التجديد والإحلال في الفريق الحمد لله اللي حصل السنة دي في ملف الكرة ما عدناش كده هو حصل بعد الطبيعي أن بعد البذوغ الجامج جدا والبطولات الغير مسبوقة اللي جي المعين حقاها أنت بتعود لك شوية لا ما طولتش الفترة أول ما حصل يعني يا بطريق حقيقة إن إحنا لما جينا نحن جينا في واحد اتناشر الفين وطمانتاشر أول كان على طول في فترة قيد يعني كمتابعين كلهم فترة قيد محدودة لأن ما فيش قريدي القوائم محدودة أو عندك أفريقي أو عندك الدوري أول ما ظهر فرصة للتدعمات كابتم حقوق خطيب بصفته مشرف على الكرة من قبل المجلس أدار القصة كلها وحصلت تدعمات كبيرة جدا اللي هو في يناير اللي فات اللي هون ما جات لكن الفورصة المجلس بدأ حدق بتقول واحد اتناشر الفين وتمنتاشر وتمنتاشر وسبعتاشر الفين وسبعتاشر واحد اتناشر الفين وسبعتاشر حدق بتقول إن هنا عملته تحدي صعب جدا إنكم ما تتخلوش عن المنافسة على البطولة المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره وإن تعمل التوازل بين التجديد والإحلال والمنافسة على البطولة تجديد وتطول فريق كورة وهو ما حدث إن الحمد لله عملية التجديد إن لما أوتي الفرصة اللي هي كمساة حد الكورة فتح الباب للتبديل واناك تأيد لعيبة ده حصلت يمكن التغيير اللي هو كان ممكن تستغل وكان هذه أهلي في يناير قبلها كانت تضرب بين القيباتين الأفريقيا أو المحلي ما فيش فترات قد كبيرة كل الكلام ده ما كانش يمكنك تعمل هذا فالإنصاف لما فيه تمكن من كده حصل الكلام ده تدعمات كبيرة في يناير اللي فات وستكملت في الصيف ده الحمد لله ملف الكورة اللي هو بيهم جماهير النادي الأهل العريقة في كل مكان ماشي بخطوات سابتة وفي نفس الوقت زي ما بقوله بتاخد لها فترات في تاريخ النادي لا الحمد لله التجديد ده ما خدلوش وقت البير ومستمر وفي النهاية بيتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى في النتائج بيتبقى